ومن اسطنبول ينضم إلينا عادل تشيلة الباحث السياسي اليمني أهلا وسهلا بك سيد عادل هل من دلالة خاصة تراها في اختيار الآن جروند بيرد رئيسا أمميا جديدا إلى اليمن بسم الله الرحمن الرحيم أولا تحية لك طبعا هناك عدة دلائل وإشارات تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه الرغبة الحقيقية على تحقيق السلام داخل أراضي الجمهورية اليمنية وبالتالي يعول على الاتحاد الأوروبي كمنظمة كبيرة أن تضغط على الجانب الإيراني ومن ثم الضغط على الحركة الحوثية بالقبول بعملية السلام ولكن في المقابل علينا أن ندرك أن المنظمة الأممية تدخلت في الأراضي اليمنية منذ ستينيات الكرن الماضي حينما تم إرسال المبعوث الأمريكي والمبعوث الأممي حينها وهو حاصل على جائزة نوبل للسلام رالف ولكن هناك بعض الأبحاث أشارت إلى أنه فشل وهناك من قال بأنه نجح في تقريب وجهات النظر بين النظام المصري وأيضا السعودي حينها ولكن خلال العقد الماضي أرسلت الأمم المتحدة المبعوث الأول والثاني والثالث ولكنهم فشلوا في إيجاد تسوية سياسية شاملة معنى ذلك أن الأمم المتحدة تستطيع أن تدير الأزمة ولكن لا تستطيع أن توجد حلا جذريا للأزمات اليمنية ولكن بمجرد تعيينه الآن ألا يبشر ذلك بأن هناك جهدا وشيكا دوليا للسئناف المساعي الرامية لحل الأزمة في اليمن مهما كانت المساعي الدولية الحميدة ومهما كانت النوايا الحسنة لا يعول عليها إذا لم يكن هناك تدخل مباشر من قبل مجلس الأمن الدولي لدينا قرارات دولية فيما يخص الأزمة اليمنية ولذلك إذا يريد المجتمع الدولي وعلى رأس هذا النظام العالمي مجلس الأمن الدولي أن ينفذ قرارات الشرعية الدولية فباستطاعات أن ينفذ هذه القرارات من خلال حضر توريد الأسلحة إلى المجامعة المسلحة والضغط على القوى الإقليمية بالقبول بعملية تسوية شاملة أنا في تصوري الشخصي بأن المجتمع الدولي إذا استطاع أن يقرب بين وجهات النظر بين القوى الإقليمية المتصارعة داخل أراضي الجمهورية اليمنية ومن ثم الحوار بين الأطراف الرئيسية الفاعلة على الأرض داخل أراضي الجمهورية اليمنية حينها نستطيع أن نقول بأن المجتمع الدولي يستطيع أن يحقق السلام داخل أراضي الجمهورية اليمنية ولكن لا يبدو بأن هناك مؤشرات في هذا الجانب حتى هذه اللحظة هل تعتقد بأن المجتمع الدولي ليس جادا لأنه لا يرغب الآن بحل الأزمة أو أن هناك ربما عوامل داخلية وإقليمية تمنعه من ذلك هناك عوامل داخلية وأيضا إقليمية بالإضافة إلى العامل الدولي المجتمع الدولي لديه مصالح في الإقليم ولديه استراتيجية الخاصة وهو ينظر إلى الأزمة اليمنية من منظور إنساني ولذلك السعي أو النظر إلى الأزمة اليمنية باعتبارها قضية إنسانية هنا الفشل المبعوث الأممي الأول حاول أن يجتزأ الأزمة وأن يختزلها في الموضوع الإنساني ثم فشل المبعوث الثاني ثم الثالث حاول تجزئات الحل وحاول أن يجد حلا جزئيا للأزمة اليمنية من خلال ما سمي باتفاقية استوكولم إذن أنا في تصوري الشخصي بأن عدم فهم المجتمع الدولي لحقيقة الصراع وعدم مناقشة جذور الأزمة اليمنية لم يستطع أن يقدم حلا جذريا لهذه المشاكل وبالتالي المجتمع الدولي يراعي مصالحه ويراعي مصالح الإقليم والضحية هم أبناء اليمن مع الأسف الشديد في ترحيبه للمبعوث الأممي الجديد وزير الخارجية بلينكين قال في كلمته إن من الضروري إنهاء هجوم الحوثيين على مأرب والتركيز على الحل السياسي ألا تعتقد بأن هذا إعاز ببرنامج عمل ما أم ماذا؟ الكرة في ملعب المجتمع الدولي وعلى وش التحديد الإدارة الأمريكية حاليا الحوثيون لن يتوقفوا عن مهاجمة الأماكن المدنية سواء في مأرب أو في تعز وبالتالي الحركة الحوثية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنظام الإيراني والسؤال المطروح هو هل تستطيع الإدارة الأمريكية الضغط على الاتحاد الأوروبي ومن ثم الاتحاد الأوروبي يستطيع الضغط على إيران وإيران تستطيع الضغط على الحركة الحوثية هنا يمكن القول بأن الحل الدبلوماسي ممكن ولكن في الوقت الراهن لا يبدو أن الإدارة الأمريكية تمتلك أوراق ضغط حقيقية على الحركة الحوثية في الوقت الراهن لعدة اعتبارات منها يعني ما هو إكليم وأيضا جوانب أخرى ولكن أنا في تصوري الشخصي بأن الاتحاد الأوروبي يستطيع الآن مساعدة الإدارة الأمريكية الجديدة ويستطيع مساعدة أيضا المبعوث الأمريكي إلى جانب المبعوث الدولي الذي هو سويدي ولديه خبرة لا بأس بها في منطقة الخليج واليمن نعم وهو على كل حال هذا المبعوث الأممي في اليمن أو إلى اليمن في بداية عهده أو مهمته وهناك أمنيات على الأقل بأن ينجح فيما لم ينجح فيه سابقه شكرا جزيلا لك عادل تشيلا الباحث السياسي اليمني من اسطنبول